رغم الزوبعات السياسية التي أحدثتها تغريدته عبر تويتر لم يتوان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تكرار دعوته لنائبات ديمقراطيات في الكونغرس من أصول أجنبية بالعودة إلى بلدانهن الأصلية إن كانوا غير راضين عن حياتهن في الولايات المتحدة متهماً عضوة الكونغرس عن ولاية مينوسوتا إلهان عمر المتحدرة من أصول سومالية بكره أمريكا إنهن يكرهن بلادنا في نظري قل ما تشاء لكن عليك أن تطلع على قائمة التصريحات التي أدلين بها وكل ما أقوله هو إن كنا غير سعيدات هنا فبإمكانهن المغادرة وأعتقد أن الكثيرين لن يفتقدوا غيابهن ترامب طلب أيضاً عمر إلى جانب ثلاث نائبات أخرياتهن رشيد طالب وأيانا بريسلي وعليكساندريا أوكاسيو كورتز بالاعتذار له وليسرائيل بسبب تصريحات سابقة وصفت بالمعادية للسامية إنه يعول على العنصرية والمشاعر المعادية للمهاجرين لتعزيز سلطته إنه يفتقر إلى رؤية نجابية لمستقبل أمريكا موقف ترامب من هذا السجال ثر انتقادات نادرة من العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ لينزي جرايم وبينما انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي تغريدات ترامب متهمة إياه بالترويج لشعار قالت إنه يهدف إلى جعل أمريكا بيضاء مجدداً وليس عظيمة مجدداً رد الرئيس الأمريكي بدوره واصفاً تصريحاتها بالعنصرية انضمام ترامب لهذا السجال يأتي في وقت يشهد فيه الحزب الديموقراطي نفسه معركة داخلية بين رئيسة مجلس النواب والأعضاء التقدمين الجدد حول السلطة والنفوذ داخل الحزب معركة دفعت النائب الشاب أليكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى اتهام بلوسي باستهداف مجموعتها بسبب انتماءاتهن العرقية هي شامبورار الحرة واشنطن